ده اللعيب اللي غلط فيك. والمدرب اللي غلط فيك مين? لا مفيش مدربين. امم. انت قلت العيبة ومدربين. لا محلل ايه? محلل. مين المحلل اللي غلط? بكتير بقى. مين? اه. بص انت كده عايزة تشاريهم. لا. خليهم هم اللي يجروا ورايا. يعني دايما خليهم يجروا ورايا. لان انا الحمد لله. عشان ايه عشان تشهروا? ماليش دعبة ايه تشهروا برنامجهم انا بقولك اللي لسه اللي في القناة بتاعت ايه مالها ومالكورة? ايه اسم كابتن احمد حسن هو كابتن احمد حسن محتاج شهرة ما هو مشهور. يا ست انا بقولك مش حكات كده ما هو لازم برضو عشان ان الدنيا مصحوبة من تحت رجليهم. ام. الناس كلها بيخلص البطش بيجروا على الرضا عبدالعال يا سلام. بس رضا عبدالعال مفيش حد تاني? انت الملك يعني? لا مش الملك. امال ايه? الناس عايزة المصدقية والشفافية. ام. لان انا بقول من الاول. ولا الناس عايزة تفش غلها. فعايزة تسمعك. لا ليه? ليه? بالعكس بالعكس بالعكس. انت لما مصر بعد مطش نجرية تحديدا. ام. وكسبنا الضربات الترجيح بتاع مطش كود فوار. مصر كلها تلفت حوالين منتخب. ام. حصل لمحصلش. ام. ولا حد بقى يفش غلو ده بالعكس. ام. بس كانت الناس عايزة شرارة بس. ام. بمجرد ما هم لعبه كويس وكسبنا ضربات الجزاء المصدقية. يعني انت شايف ان انت رقم واحد في المحللين? لا انا ما قلتش. ام. الناس اللي بتقول. مين الناس ده? اللي هي بتتفرج علي اللي هي يعني تعمل. في ناس بتحبك وفي ناس بتحب ابراهيم في. وفي ناس بتحب احمد بلال. وفي ناس بتحب اه شبير وفي ناس يعني. كل هم على دماغنا. اه. بس انا جيت في مرة تلات قطعت بحد فيهم. هي دي ده النقطة. ما احنا احنا انا قلتلك اه ممكن اه اه. يعني انت بتحب احمد بلال? هنتقد اه اه ما عمليش حاجة يعني. حبه يعني? مش بحكاة احبه ولا اكرهه. وهو الراجل ما تكلمش عني. فيبقى راجل محترف. لو تكلم عني يبقى دي حاجة تانية. انا معرفش بس انا عارف ان انا طلعت تلع معي مرتين. الراجل في قمة الاحترام معايا والادب والاخلاق. تحب شبير? كنت بحب. كنت. وكنت اعمل له حاجة كبيرة قوي في حياتي. يعني ان هو كان في فترة من فترات وقف جنبي وانا ما نستلوش الجميل. وقف جنبك ازاي عمليك? كنتش اعتزالي. اجيري معايا وراح الازاع وتلفزيون ساعتها وخلص لي موضوع ازاعة المباراة وكان فيه اعلانات هو كان بيقولي الروح كذا. جدع كابتن شبير. ما انا بقولك بس الفترة الاخيرة دي اختلف الموضوع. انهي فترة اخيرة من امتى? معرفش. من امتى مثلا? يعني من سنتين كده. ايه اللي حصل من سنتين. معرفش لقيته يعني مرة مسلا في تقرير له كان عنده معد اسمه فصد زدان. لقيته بقولك من اسوأ السفقات اللي جاءت النادي الاهلي. انا رقم واحد. رقم واحد. اه? ايوة. انا حتى ساعتها ايه? ليه قال كده? معرفش? خلي بالك حضرتك. لو انت هتتتعرضي تقريب دلوقتي عندك في البلنامج. ام. قبل ما اتعرضي بيش لازمها بتكون شفتيه. اكيد. وتوافق عليه. طب. تزعوة اللي ما تزعوة. طب. فانا ساعتها كنت بطلع في قناة مع خالد الغندور فقالت له يا كابتن شبير انا بحبك وعدالك دي الان دي مفروض ان هي سقطة. ام. وانت عارف مين ردع بعالي انك انت اول ما روحت النادي لقالي الوحيد اللي استقبلني. اول ما خلصت من اتحاد الكرة الوحيد اللي استقبلني هو شبير. كابتن شبير. بقى ده بقى لحضرتك. ام. فايزا ان يعني ايه داع ان نخسر بعد. طب ما بدل ما تقول كنت بحب كابتن شبير. طب ما ما تلومه ما تعدبه. طب ما انا عطبت اهو. اه. وقلت له على الهوى. اه. وقلت له ما ينفعش تقولون زي ده تعمل. بس انا ام. يعني هكبر دماغي واقول ان ان انت ما شفتهوش. ماشي. والموضوع قالك ايه بقى? لا انا انا اه في البرنامج قلت كده. رد عليك هو? ما ردش. ما ردش. طب ما ترقع ليه سمعت التليفون? طب في اكتر. ما انا بوجه له رسالة وبقوله كأن ان انا ما شفتهاش يا كابتن شبير بس ما تتكررش تاني لان انت عارف غلوتك عندي. طب ما تكلم? واكلمه ليه بقى? ما خلاص انا بعتله الرسالة هو بقى اللي مفروض يكلمني.